موسيقى الفقرة النهائية من الفعاليات المصاحبة هي لتوقيع كتاب رؤى في عالم مختلف للكاتبة الأستاذ افتقار محمد الجنوبي وهي معلمة صفوف مبكرة في مدرسة أهلية مدرب معتمد من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني حاصل على لقب المعلمة المتميزة على مستوى محافظة القطيف عضو بجمعية تاروت الخيرية والأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير البريطانية أهلا وسهلا بها لتلقي لنا كلمة موجزة عن تجربتها في الكتابة والتأليف فلتتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن سعيدة جدا بانضمامي لهذا المنتدى في هذه الليلة وهذه المشاركة مع هذه النخبة الجميلة من كبار الشخصيات معكم الأستاذ افتخار الجنوبي معلم للصفوف المبكرة خبرة 13 عاما ومدرب معتمد من قبل وزارة التعليم أقوم بدورات تدريبية أيضا لمعلمات في المدارس الحكومية ومشاركة في هذا المنتدى بإصدار الأول رؤى في عالم مختلف التي كانت انطلاقته الأولى بمعرض الكتاب بالجبيل وأيضا شاركت في معرض الكتاب بالرياض ومعرض الكتاب في بكين في الصين حاز على الكثير من شهادات التقدير من وزارة التعليم شاركت فيه في العديد من الفعاليات والمبادرات منها مبادرة كلمات وتحديات التي فازت بالمركز الأول على مستوى مكتب التعليم القطيف أيضا شاركت فيه بدروس تطبيقية على مستوى المنطقة الشرقية أشادت به الكثير من الجهات التي حصلت منها على لقب فخر القطيف شاركت أيضا بفعالية اليوم الوطني تحت مسمى كتبت في السعودية تم توزيعه بداخل السعودية ومملكة البحرين والجذير بالذكر بأن أيضا قمت بترجمته للغة الإنجليزية ونتمنى أن يكون هناك دعم من وزارة الثقافة في نشره والآن لدي أيضا توجه لصعوبات التعلم لهذه الفئة التي تحتاج مننا إلى أن نقف عندها لأن الكثير من هذه الفئة يعاني منها المجتمع وبالعكس يحتاروا بالتوجه إليها إلى المكان الصحيح ولذلك أطمح بإذن الله أن يكون إصدار القادم بإذن الله يخدم هذه الفئة كما لدي أيضا من العديد من الإصدارات في أدب الطفل وإصدارات أكاديمية غير مطبوعة للآن وكانت دافع لإصدار هذا الكتاب هي الحقبة الزمنية التي مررنا بها في زمن كورونا كانوا طلابي دائما يعانون من أمور معينة حبيت أني أنقلها وأني أجمع هذه الحقبة الزمنية لتنتقل إلى كذكرى للسنوات القادمة وبقالب لأدب الطفل وكانوا طلابي في تلك العام في الصف الثاني فتخليدا لتلك الحقبة الزمنية حيث كان يتحدث عن طفلة عاشت في زمن كورونا ودارت أحداث القصة بين المعنى التي عشناها في تلك الفترة وبين العديد من النعم التي يمنحنا الله سبحانه وتعالى إياها ولكن قد لا ندرك معناها إلا بعد أن نفقدها يعني حتى هذا القصة أيضا موجهة في بعض الأفكار منها موجهة أيضا لنا نحن الكبار وبين النعم العديدة التي يمنحنا الله إياها في الشدة والرخاء وتحتاج مننا للشكر والرضا وأيضا تعلم أبناء كيف ندعو ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في جل أمورنا أتمنى أن هذا الإصدار بعد الإطلاع عليه يعجبكم إن شاء الله وهناك الكثير العديد من الإصدارات نقوم بالتجهيز لها بإذن الله ستكون ثمان قصص على مستوى أول مستوى ثاني إن شاء الله ترى النور بإذن الله وهشكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا